هذا وتواصل لقوات الاحتلال عدوانها على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم التاسع وثلاثين بعد المائتين على التوالي تزامنا مع قصف عنيف على مدينة وأحياء رفح الفلسطينية جنوبية القطاع وشن طيران الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على مدينة غزة بالإضافة لقصف مدفعي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة مع تنفيذ حذام ناري على بيت حنون شمالية قطاع غزة واستهدف آخر في وسط القطاع هذا وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الصحفية على الدحدوح بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في وسط مدينة غزة ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان إلى 148 صحفيا شهيدا في الأثناء أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى 36379 شهيدا واثنين وتمانين ألف وأربعمائة وسبع من المصابين وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة ماضية راح ضحيتها 95 شهيدا و350 مصابا بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام